السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة من المطبخ دينا ومن المأقولات من الأشياء اللي كان ناكلوا غادي نديروا واحد الوصفة زوينة بزاف اللي غادي تهون علينا شيئا من شيئا ما من واحد لانو مالي لي كيكون في جميع عند جميع الأسر ويعني في كل المنزل كيعاني منه إلا ما كانش واحد جوج ثلاثة ببر فوق نصيبه جميع أفراد الأسرى كيعانيوا من هد بالنقص ديالي الشوف وخصصا دابا اللي ناك نشوفو مبقاش غير الميوبي اللي ما كتو اللي كيكون مولاه مكيشوفش البعد ولا البغميت خوبي اللي ما كيكونش مولاه كييشوف القرب ولا لابخيسب بيتي اللي كيجي معالاج ما شغير هادو اللي ناك نشوفو حتى وليدات صغار هي عندو عامين ثلاث سنين وربع سنين غاديا المدرسة كيقرر في الابتدائي هو مسيكين كيعاني مع نقص الشوف ومع اللي الباس ديال النضادر اللي ببر فوقيتو حولي ببر فوقيته يترسو مهم عندو معاناة بزاف لدرجات ان العائلة ديالو قد تضطر انها باش تزور الطبيب ديال العينين تقريبا كل شهرين تلتشهور باش تعود لهم دادر مرة اخرى هاد الوصفة الى بقينا كنديرو هالدراري الصغار غدي تصحح لهم النظر لانهم باقي صغار واللوقوع ديالهم باقي كينمو اما الى دارو هالناس الكبار ما غديش يبقى كيعانيوا بزاف كما هما غايحسوا بان النار النظر عندهم ره تصحح شيئا ما المكونات كيف ما قلت لكم هي مكونات غذائية هنا غدي نديرو الباربا الباربا رهزوينة بزاف بالنسبة لشوف لان اي منطقة في الجسم ما كانش كيوصلها الدم هي كتعاني مثلا لا ما كانش كيوصلنا الدم للرأس ديالنا الفروة ديالرأس ديالنا كيكون عندنا تساقط ديالشعر يلا ما كانش كيوصل الدم مثلا الناس اللي كيعانيهم مرض سكري ما كيوصلش الدم زيال لارجول ديالهم الاطراف ديالهم اللي يديهم رجليهم هذك شعلا ش كيتصابوا بتقروحات الله يحفظ درجات انها كي اللي كي يتقطع له الأصبع دياله للرجل دياله يعني المنطقة اللي ما وصلهاش الدم زيال كيكون عندها نقص ديال نقص ديال دور ديالها مثلا العينين اللي كيعانيوا بزف خصوصا من الجفاف خصوصا من النقص ديال شوف الدم ما كيكونش كيوصل لهم مزيان وكي ما كانعرفو اراها اي خضرة خلقها الله ولا اي فاكيها كتكون كتشبه الواحد الشيء الا انها كتكون كتخدم ديالشيء مثلا الجوز او احنا اللي كنقوله القرقع هو مزيال الدماغ وسبحان الله الشكل دياله كيشبه الدماغ كذلك هنا عدنا اللون ديال الباربا هو اللون ديال الدم اذا هو وراه كيصلح والمكونات دياله دخلوا لجوجل وقلبوا كيصلح كأننا كنزودو هاداك الزون ديال العين بالدم يعني اللي كان عندها جفاف واللي ما كاتش كتشوف زيان ما كيوصلهاش الدم زيان كان نزودوها بهاداك اللون بهاد المكونات ديال الباربا كان نعطيو كأننا حقنا او كأننا اكتيفينا ديال البلاسة وصلنا لها الدم غادي نخدو هاد الباربا اللي كتسمى كذلك الشمانده غادي ننقيوها ومن الاحسن اللي اننا غادي نستهلكوها خضره يعني طارية ماشي طايبة من الاحسن انها تكون جديدة كيما كتشوفو بحال هادي ما تكونش لاوية وتكون في الحجم ديالها متوسط ماشي كبير بزاف اللي كيكون كيف ما كنقولو احنا شارفة ولا صغور بزاف ما الاحسن انها يكون الحجم ديالها بحال هادي متوسط من بعد ما نقيتها غادي نخليها جانبا وغادي ندوزو المكوين الثاني اللي هو كيلعب دور كبير لانه يحتوي على الفيتامين ا البيتا كاروتين اللي كتتحول الفيتامين ا غادي نقول لكم كيف يش كتتحول هنا غادي نخوض واحد الجزارة واحدة وتكون كدالي كطارية يعني الخضرة تكون جديدة لاننا غاستعملوها وهي خضرة ماشي طايبة بدون طهي غادي نخوض واحد الجزارة ولا جوج والنقية هكذا ومن بعد غادي نخوض هنا تفاح والتفاح من الاحسن يكون اما دك اللي كيكون صفر بزاف حتى بغا يكون بحال لغانج ولا الاحمر هادو جوج زوينين انا عندي غير هادا كيكون خضر شي شوية اه صافي نقيتها هكذا وحيت لي هادك الزريعة من الوسط وغادي نخليها هكذا جانبا من بعد غادي ندوز المكوين الرابع اللي غادي سهل علي الطحين ديال هاد اه ديال هاد المكونات وفي نفس الوقت اه شوف ديالنا كيحتاج الفيتامين سي هادو مجوج فيتامينات اللي كيحتاجوا مشوفهم زيان هو الفيتامين او الفيتامين سي انا غادي نخوض اي نوع ديال الفيتامين سي غادي نخوض هاد جوج ديال البرتقالات الى كان عندك الماندارين خوضي الكمية اللي بغيتي والا كان عندك الى ما كانش عندك خوضي واحد الحامضة ولا جوج اعصريهم لان انا غادي ديال البرتقالات ونحاول باش نخد منهم الكيميي اي لا كان عندي فيهم العاصر يعني الماء ديالهم كتير غادي نكتفي به اي لا ما كانش عندي الماء ديالهم كتير غادي نضيف شوية ديال الماء وتقدرو كيف ما تجيكم نديروا العاصر ديال البرتقال ولا العاصر ديال الماندارين والعاصر ديال الحامض ولا نقدروا نحلطوا ما بين العاصر ديال البرتقال والعاصر ديال الحامض المهم هنا تكون عندنا هاد الوصفة غنية بالفيتامين السي ونقدروا نضيفوا اي فاكهة غنية بالفيتامين السي بحل كيوي ولا اي فاكهة اخرى وهنا غدا نضيفوا المكوين اللي تهوزوين وهاد المكونات اغلبتهم غايكونوا بهاد بهاد اللون اللي بحل اللون بحل الورانج يعني البرتوقالي ولا تفاح حتى هو يكون اللون دياله إما أحمر باش يكون كي أكسيفيننا كيفاعليننا الدم في المنطقة ديال العين ولا يكون تكون الفواكه الأخرى تكون كذلك اللون ديالها برتوقالي بحل مشماش وبحل الليمون او البرتوقال وبحل الجازار هنا المشماش نقدرو نديرو المشماش اللي كيكون طاري فاش كيكون الوقت دياله الموسم دياله إلا ما عدناش نديرو هاد المشماش راه العادي عادي لأنه راه هو المشماش الطاري وكيكون ميبس وكيكون موجود في أي وقت من بعد هنا غادي نقطع قطعت التفاح والجازار قدر هنا للجازار نضيف جوج ديال الجازارات في هاد المكونات وانا قطعتهم هكدا بنا يدي باش يكون دوك رون دياله الدوائر ديالهم يكونوا رقاق كذلك بالنسبة للباربة هادا نقطعها هكدا بها الطريقة باش كتجيني رقيقة كيجيني الدوائر ديالها رقاق وإلا بغيتهم يجوا رقاق أكتر باش يجوا سهلين في الطحين حكيهم حكيهم في الحكاكة ديال الخضراء حكي التفاح والباربة والجازار كل شي كل شي حكي قاع الخضر كاملين أما بالنسبة لهاد المشماش ركا تعرفوك يكون يابس إلا كنتي فكرتي أنك تديري هادا الواصفة قبل خذي هاداك الكمية بغيت يديري جوج ديال مشماشات ولا حتى ثلاثة ولا ربعة وارطبهم في شوية ديال الماء باش يجيوك ساهلين في هاداك الوقت ما غديش تطري باش تقطعيهم هاكدا صغار باش يجيوك ساهلين في الطحين هاد المكوينات كلهم زوينين والمو أي مكوين اللون دياله أغانج راه زوين أي فاكهة ولا خضراء اللون دياله أغانج راه زوينة في هادا الوصفة اللي غدي تساعد لنا تشوف أو تصحح لنا تشوف بالنسبة الأطفال الصغار وغدي نقول لكم الطريقة باش غدي تستعملوها والكمية كذلك هنا غدي نخض الكاس ديال العاصر عادي كل منزل اللي في هادا الكاس ديال العاصر كيكون عادي إلا كان ما كيتحلكش مزيان عفتين ما كيتحنش مزيان قلت لكم هادا الخضر أو هادا الفواكه والخضر كلهم تحكوهم في ذلك الحكاكة الغليضة ديال الحضراء من بعد غدي نضيف هنا واحد جوج ديال الجوبنات علش غدي نضيف هاد جوج ديال الجوبن لأن هاد العاصر كي يبغي أنه يكون في واحد في واحد الوسط يعني يكون من بين مكونات دياله شي حاجة دهنية علش حاجة دهنية لأن البيتا كاغوتين باش يتحولوا لي فيتامين أ ولأن الفيتامين أ باش نقولوها بطريقة سهلة الفيتامين أ ما كيدوبش في الماء كيدوب في الدهنيات يعني إلا ما بغيتيش تديري هاد جوج ديال الجوبن يعني قبل من الأكل ماشي ضروري على الريق ولا المهم حتى قبل من الغداء قبل من الأكل تكون يجي عنا إلا ما بغيتيش تديري هاد الجوبن غدي نقول لكم كيفاش غدي تديروا إيمتا غدي تشربوا هاد العاصر أو هاد الوصفة الزوينة بزف اللي كتصحح لنا البصر حتى بالنسبة للناس كبار كي يدوموا عليها كتوليك تحسب راسك بأنه شوف عندك تحسن ما بقاش كيف ما كان ولكن تكات لبسين ضادرة غتبقيت لبسيهم إلا أننا وأنا من ضيمن هاد الناس لأنني من صفة تخير ونطونا كالبسين ضادرة إلا أنك فاش كتبدي تشربوا هاد الوصفة كتحسي بأن الشوف ديالك كيبدأ كيتقاد لأنك كيف ما قلت لكم الناس اللي كيلبسون ضادرة كيجي واحد لهم وخصوصا مع علاج كيولي كيزيد إلا كان عندو ميوبي ولا بغميت خوبي كيولي عندو لاب خيس بيتي اللي كتجي مع علاج وكيزيد كيولي كيعاني دائما وخيكون كيلبس نضادر الدرجات أنه تيبغي يلبس نضادر خطرة كيمسحوا ومراهما مسوحينش راح ولكن لارة غير عيني اللي كيبقى شوف غادهو كينقص وخصوصا لكان عندو مرض ديال سوكاري وبعض الخطرات مرة مرة كيشوف شوف دياله كيولي شوي مزيان هذا كان هادروحنا لابسي نضادر ومرة كيولي شوف دياله كيحس بأنه كيتكفز أكتر رغم أنه راه لابس نضادر طريقة باش غادي نستعملوها وانا كان نوصي بهذا العاصر أو بهذا الوصفة خصوصا لأطفال الصغر لأن الأطفال الصغر هي اللي دومتي لهم بهذا الطريقة يعني جميع الفواكه والخضر اللي فيها الفيتامين A والفيتامين C يكونوا بجوج ألاف واتبقيت أعطيهم يوميا يوميا إلا كنت في صغر أعطيهم مثلا نصف هاد الكاس ثلاثة ديال الخطرات في النهار أعطيهم لي هي اللي درشي فيه واحد المادة دوهنية فيهم الجبن أعطيهم ليه ولو علاج الجوع يعني قبل من الفطور وقبل من الغضاء وقبل من العشاء ولا قبل من الكاسكرو ثلاثة ديال الخطرات إلا ما بغيتيش تديري الجبن ولا شي مادة دوهنية في هاد العاصر ضروري هاد العاصر ما تشربه من بعد الأكل كيما كان عرفو رامع الصبح كان فطروا اللي ما فطرش بالفروماج كيفطر بالزيت او الا كيفطر بشوية ذي الزبدة ولا بقيش ذا ولا بشي حاجة إذا كيكون دي جاكلة واحد المادة دوهنية دك الصعي شرب هاد العاصر ولا من بعد الغضاء من بعد الغضاء راحنا كنت غضاء دائماً عندنا احنا المواد الدوهنية في المائدة ديالنا في طاجين ديالنا في أي حاجة طيبنها إلا كتكون فيها مادة دوهنية إذا من بعد الغضاء غدي تشرب هاد الكويس سوى الكبير سوى صغير ولا كدلك في العشاء ولا من بعد كاسكروت تشربون بعض كسكروت بالنسبة للعاديين وبالنسبة الأطفال الصغر ثلاثة ديال كيسان في النهار ودوم عليهم يوميا 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 راه البصار او كيف ما كان قولو الشوف كيتم غادي وكيتحسن خصوصا بالنسبة الأطفال الصغر اللي كان عارفوا بأن دوك اللي باطوني دوك الخلايا ديال الشوف راهم كيكونوا باقين فطور النمو اذا راه شوف ديالهم كيتحسن ما كيتم غادي كان عارفوش واحد اللي كان عندوش شوف ناقص كيتم غادي ونقص لا الى دومنا خصوصا عندكم ولدات صغار حنو في مدير اليوم هاد الوصفة يوميا وراه غادي شوف ان شاء الله يتقدليهم بالنسبة الأطفال الصغر ولا بالنسبة القبار نحاولو باش نعلموهم يولي ويصليو ويطولو في المدة ديال السجود باش الدم يهبط لينا الراس وهبط للعينين يعني يحاول ما امكان باش تكل مدة ديال السجود تقولو انه يطول فيها يبقى يطلب الله كدعاء تعلمو انه يدير الدعاء ويتطول في هادا الفترة ديال السجود وهاد الفترة ديال السجود حتى بالنسبة للناس القبار يطولو في هاد الفترة ديال السجود لان الدم كيهبط لنا للراس ديالنا والعينين ديالنا وهادي من بين الاشياء اللي الصالات كتلعب فيها دور كبير اذا قد ما هبطنا روسنا وبقينا مهبطينهم بحال هكذا الا ان الدم كيجي الراس ديالنا وشوف ديالنا كيتحسن كذلك بالنسبة الرياضة بالنسبة الناس اللي كيديروا الرياضة يحاولو باش يديروا لي كليبر السير لي ما ولي كليبر السير لاتاي تحاولو باش يديروا واحد المدة طويلة واللي ما كيعرفش حتى الدرية الصغر كيعرفو كيديرو لي كليبر السير لي ما على الحاط اللي كنا صغر دائما قبل ما نعرفو اشنو واشنو هي السبور كنا كنشقلبو هاكذا على الحاط كنهزو رجلنا عند الحاط والراس ديالنا الجحت وكان مقاوا واقفين هاكذاك هاداك البوزيسيون ورا هزوين بزاف كيهبطنا دم لرأس ديالنا كذلك يديروا حتى الناس لي كيعانيو من الصلاة كيعانيو من الشعر ديالهم خفيف كيعانيو من الشعر كيتساقط كذلك الناس في هذ الوصفة الناس لكيعانيو من أشوف ديالهم كيكون نقص بزاف خصوصا بالنيسفة الاطفال انا كنركز بزاف REALLY بالنيسف الاطفال اما بالنيسفة الناس رغير غادي ناس الكبر غادي غير يتحس الليهم فقط. كي بوليك يشوف كي يقلك الابرا. نشوف شويه مزيان. ما شبحه القبل هاد الوصفة راهزوينا بزاف نتمنى انكم دوموا عليها وتكون سبب ان اللي ما كيصلي شي واللي كيصلي وانه يدرش بيدي السبول ويا كل هاد الخضر والفواكه اللي هي كترفع لنا اصلا كترفع لنا في المناعة وكتحارب لنا القبض وهاد الوصفة وهاد العصار من بين العصائر اللي انكم تقدروا تدروها في رمضان من الاحسن انكم تدروها بحالها كده بالخضره ما تدروش فيها يعني مفواكه وخضر ودروها بمكونات صحح وما تدروش فيها الحليب راهزوينا بزاف وخصوصا بالنسبة كيف ما كان قولو كان عود بالنسبة لأطفال الصغر تمنى ان هاد الوصفة تعجبكم درولي لايك ومونتر زوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته